السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا وشفى أنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى عليه ايه رأيكم بقى في الجمال ده رمضان قرب بقى وقلت بقى عمل لكم سنيك كنافة كده بس بطريقة جديدة غير الطريقة التقل دي اللي تعودنا عليها سنيك كنافة بالكريمة او الكريمة التركي او بالاشطة او بالمهلبية هي لهم مسميات كتير بس هي شكلها حلوة جدا هتعجب ديوفك هتعجب ولادك طريقة سهلة وطعامها لزيز جدا ويلا بقى شجعينا بلايك للفيديو واشتراك في القناة ويلا بنا نبتدي على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة هبتدي بيها الشربات او السيرب معايا كده كبايتين كبار من السكر وبنفس الكباية هعير بيهم 3 كبيات من الماء يبقى كبايتين سكر كبايت اللي هي الحجم الكبير عليهم 3 كبيات مية بنفس الكباية انا طبعا ببتدي بالسيرب الاول او الشربات علشان انا عايزا يكون بارد ويكون جاهز معايا وركنها على جنب وعليهم كده نص عصرة لمونة نص لبونة معصورة وارفحهم على النار واول ما يبتدي معايا بالغليان هنزل عليهم بمعلقة من عسل الكولوكوز لو متوفر عندك حطيها باش متوفر خلاص بس العسل بتاعي الكنافة بيبقى لا تقيل او ولا خفيف اوي بيبقى في الواسط سبع تمن دا او عشر دقايق ورح طفي عليه واركنه بقى لجنبي يبرد معايا بقى نص كيلو من الكنافة انا بحب اجيب الكنافة قبليها بيوم او يومين وبيتها في الفريزر بتطلع بتلجهها كده ابداي بقى فرفتيها بيدك كده عادي جدا خالص ممكن تعملها بيدك زي ما احنا ما بنتعودين بس الصراحة انا النهاردة قلت ان هضربها في الكبه لما بتضربها في الكبه بتبقى نعمة جدا وهواريكي قوامها هتديكي نتيجة حلوة جدا زي بتاعت المحلات بالزبط ابدأ بقى دلوقتي كده احطها في الكبه طبعا الكبه دي الوقتي زيها زي الخلط في المطبخ يعني لا غنى عنها الناس اللي بقى اللي مجابتش يسا الكبه دي يعني واحدة واحدة كده وهاتيها لانها مهمة جدا دلوقتي في المطبخ يعني لا غنى عنها بس بقى الكوام بتاعتها لما ضربتها في الكبه هتديكي نعومة وبس مفرفته خالص ازاي هو ده القوام بتاع الكنافة اللي انا عايزاها هبدأ برضو هضرب كل الكمية برضو في الكبه خلاص كده ضربت كل الكمية بتاعت الكنافة كده هتديهالك بقى قوام ممتاز شايفة جميلة جدا وهي بتلجاه كده ضربتها في الكبه تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني اجب بقى الصينية الوقتي ومعايا كده كوباية دي كوباية سامنة كوباية سامنة كبيرة برضو مسيحها على الدور يدوب بس مسيحها وحطها كده في قاعة الصينية وعال جوانب كده وغلي في الصينية كلها بالسامنة علشان خاطر طبعا الكنافة ما تلزقش او تتحرق اي حاجة وخليك ساخية كده مع السامنة علشان طبعا الكنافة عاشقة السامنة بتحب السامنة جدا لان ده عاجين بيبقى عايز تشرب سامنة وكل ما تديها سامنة وتشبعها من السامنة هتديك النتيجة حلوة جدا خلاص كده فضيت كل كمية الكنافة في قلب الصينية وابدقي بقى الوقت كده سكنيها في الصينية كويس وافرديها في الصينية كويس وابدقي ايه سكنيها يعني اضغطي عليها جايمت عايزاها تبقى هي والصينية حاجة واحدة الحركة دي برضو مهمة جدا سكني الكنافة كويس جدا كده بالشكل ده واضغطي عليها على قد ما تقدري تمام جد شايفها حتى ما تيجي تلبيب شهتتقلب معيك خلاص انا بطنتها كويس قوي بالسينية بالكلفة في قلب السينية اجيب يا بقيت السامنة وحطها كده على الوش شبعيها سامنة علشان خاطر تديك نتيجة نجحة واحلى ما بجيبها من بره كمان احنا النهاردة هنعملها بطريقة جديدة جدا غير الطريقة اللي احنا تعودنا عليها احنا هنعملها النهاردة بالكريمة التركية عايزا اقولك هتبقى طعمها في منتهى الجمال ونعم التغيير وحاجة هتعجب ولادك او ضيوفك خلاص انا كده الوقت شبحتها من السامنة كويس جدا احطها في الفرن على الرف الوسطاني واول ما تلون معي من تحت اروح طفية من تحت ونرفع تحت الشواية دلوقتي انا اوضب الكريمة معي كده كوباية الى ربع من السكر ونص كوباية دقيق ودي كوباية الى ربع من النشا وزرفة من الفانيليا وهنزل عليهم كده بلتر من الحليب او اللبن عشان فيه دول كتير او ما بتعرفش عن ايه لبن فاحنا بنقول اللبن اللي هو الحليب والحليب يعني اللبن احطيت هنا معي كوباية الى ربع من السكر عليهم نص كوباية دقيق ثلاثة اربع كوباية من النشا بنفس الكوباية اللي هتحايري بيها وبعد كده نزلت علي بظرفة من الفانيليا ولتر من اللبن او الحليب وهرفحهم على النار بس قبل ما ارفحهم على النار طبعا قلبتهم كويس جدا وبعد كده برفحهم على النار هتديك القوام ده اسبها بقى على جنبي كده لحد ما تبرد وتعالوا نبص على كنافة اخبارها ايه خلاص كده الكنافة لونيت معايا من تحت وبعد كتفت من تحت وشغلت الشواية هتطلع معاك كده واول ما تطلع طبعا السنية سخنة جدا والعسل بارد فارح سقيا على طول يبقى الكنافة سخنة جدا والعسل بارد وارم سقياها تفضلي بقى سايبها كده لحد ما تتشرب كويس وسقيها كويس او بالشربات بتاعها وهسابها على جنب الحد ايه ما تتشرب خلاص الكريمة بردت معايا هنزل عليها دلوقتي دول معلقتين كبار من كريم شنطية كريم كبار من كريم شنطية وبعد كده اضربهم كده على الكريمة او المهلبية اللي احنا عملناها وسبناها تبرد وتضربها من مضرب القهربائي هتطلع معاك كده تضربها كويس اوي عايز اقولك طعم الكريمة نفسها يعني جميلة جدا جربت طريقة دي طريقة جديدة بس صراحة ممتازة عايز اقولك السينية اول ما تعملت اتنسفت كده من حلوتها بصراحة اجربيها وان شاء الله هتعجبك جدا وحاجة كده هتعجب ولادك هتعجب اهل بيتك هتعجب ضيوفك حاجة جديدة وكمان طعمها حلو جدا خلاص كده ضربت الكريم شنطية مع المهلبية او الكريمة كويس جدا والكنافة معايا خلاص شربت العسل بتاعها او الشرباط وبنزل عليها بالكريمة بالشكل ده كده على وشها كده دي طريقة جديدة لعمل الكنافة ومناسبة جدا لشهر رمضان رمضان قربوا خلاص على الابواب حاجة جميلة جدا وكل سنة وانتوا طيبين وعايز اقولك يعني ايه كنافة يعني رمضان ورمضان يعني كنافة فالكنافة دي بتبقى الراعي الرسم لشهر رمضان وعايز اقولك كمان يعني الوقت الكنافة موجودة طول السنة بش في رمضان بس خلاص كده حطيت الكريمة على وش الكنافة وابدأ افردها كده وسويها سويها على الوش ببدأ بقى افرد الطبقة كده كويس قوي عليها واجبت السكنة برضو كده عشان اسوي شكلها طريقة سهلة جدا وكمان طعمها حلوة هتلاقي كمان هتلاقي كده كنافة كده شرب العسل بتاعها وعليها كده الاشطة او الكريمة اللي التركي دي طعم بجد في منتهى الجمال حاجة كده يعني جروا بيها هتعجبكو جدا طبعا الوقت انتي حابة تحطي مسلا ترش على الورش السنية كلها كده ارفة براحتك خالص حابة تحطي اي نوع مكسرات اللي انت عايزها براحتك برضو بس طبعا في ناس بتحب على مكسرات وناس لقى فانا طبعا عندي هنا في بيحب مكسرات وفي بيحب لقى فانا طبعا هحطنهم المكسرات على جنب اللي اللي عايز يحط واللي عايز ايه كده سيدا فطبعا بصي بقى للوقتي دي كده قدمنا واحدة من غير اي مكسرات خالص تعالوا بقى نحط على دي كده شوية زبيب وجوز هند كده عليها قدي رشة الجوز الهند وعليها الزبيب طبعا للناس اللي حب المكسرات فطبعا ردنا كل الاطراف اللي عايز بالمكسرات واللي عايز سادة برحته خالص عايز اقولك اصلا نيك كريمة على الكنافة وهي شرب العسل حاجة كده طعمها بجد طعمها جميل جدا وجروا بيها ونوع من التغيير بغير الطرق البقى اللي احنا تعودنا عليها طرق التقليدية فطبعا الكريمة على الكنافة دي حاجة في المنتهى الجمال والروعة وكل السنة وانتو طيبين وتعملوها وبالفهنة وشفة